أستاذة هناء بتقول إن هي كانت في الحرم وصلت في وقت فواحدة قالت لها أنا بتقول أنت بتصلي إيد دلوقتي مفيش صلاة دلوقتي فبتقول لها بصلي صلاة الشروق هو يعني بتكون صلاة أو وقت الدوحة ده بيكون من يعني بعد الشروق بحوالي شروق الشمس بحوالي تلت ساعة لغاية قبل صلاة الدهر بحوالي برضو تلت ساعة ولعلق صليتي في الوقت اللي هو ما ينفعش فيه تصلي زي ما هي قالت لك ولا صلاة دون سبب في أوقات الكراهة يا صاحبة السؤال وهي مفيش حاجة اسمها صلاة الشروق إنما ده الوقت ده أو إحنا بنعمل وقت الشروق أو بنستعمل هذه الكلمة لأنها دلة على معنى وهو بالنسبة لنا بقى خلاص بدأ إنه خرج وقت الفجر يا صاحبة السؤال يعني دلالة على خروج وقت الفجر بالنسبة بقى للسؤال الثاني إن ابن حضرتك شاف حضرتك بتقعي أو بيغم عليكي وهو أثناء الصلاة فقطع الصلاة لإنقاذك بلا شك اللي عمله ده سليم جدا ونص السادة الفقهاء على إن إنقاذ الإنسان والسعي لنجدة شخص من الأعذار التي تقطع أو تقطع بسببها الصلاة أو يقطع بسببها المصلي الصلاة المفروضة لاستنقاذ الإنسان فاللي عمله ابنك سليم وما فيش أي مشكلة